السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نمسكار اسمي لوف المروعي أنا مؤسسة اللجنة العربية اليوغا عشت 12 سنة بين السعودية والهند تجربتي في الهند كانت رائعة أكثر من رائعة لا توصف الهند بلد جميلة متنوعة الثقافة الناس فيها طيبين بشوشين حنونين رائعين وكريمين جدا ومضيافين اتعلمت كثير في الهند من جميع النواحي طبعا أنا درست واشتغلت في الهند وعندي عمل الشركة في الهند أقدر أوصف تجربتي بأنها تجربة فريدة متنوعة فيها جميع أشكال التعليم اللي ممكن تتخيلوها عندي معلمين في الهند عندي أصدقاء عندي أصدقاء مقربين أعتبرهم من أعز أصدقائي عشت في بيوت ناس من مختلف مناطق الهند في الشمال في الجنوب عندي أصدقاء حتى من ديانات مختلفة عندي أصدقاء في الهند مسلمين مسيحيين هندوس وسيخ جميعهم رائعين مضيافين وطيبين ومحبين لمختلف الثقافات كانت تجربتي معهم جميلة وما زلت أحب الهند ولا يمكن أن قطع عنها يعني أكثر خبرتي في الهند كانت أو الغرض من سفري للهند وجلوسي هناك فترة طويلة هو تعلمي لليوغا طبعا والعلوم المصاحبة زي الأيرو فيدا كانت تجربة رائعة درست في الشمال ودرست في الجنوب درست في كيرلا ودرست في الهيماليا في ريشيكيش اللي تعتبر عاصمة اليوغا في العالم غير أن الطبيعة خلابة غير أن الناس ثقافتهم رائعة وتختلف طبعا المنطقتين عن بعض المعلمين كانوا رائعين الدعم الاحتواء المشاركة الكرم الخبرة التعليمية في الهند أيضا خبرة جميلة يعني سواء الطلاب والطالبات أو المعلمين أو المؤسسات التعليمية يقدموا الدعم يحبوا التعاون يحبوا الإطلاع على ثقافات المختلفة كثير منهم أيضا يسألني عن ثقافتي ودائما لما أروح إلى الهند أجب لهم معايا تمور وعود وأشياء من ثقافتنا كان التبادل الثقافي معهم يمكن من أمتع الخبرات وإلا حظتوا كمان أن الثقافة في الهند بصفة عامو الشعب يعني عندهم ثقافة السلام والتبادل والحب والتعايش كنا من مختلف مناطق العالم من مختلف الخلفيات يعني ثقافية والدينية لكن في النهاية كنا واحد المعلمين ما كانوا يفرقوا أبدا وما كانوا يحاولوا يضغطوا علينا أو ينطقصوا مننا أو حتى أنهم يتجادلوا معانا في أي شيء كل إنسان له ثقافته له اعتقاده له حياته له خصوصيته ونتعايش كلنا مع بعض فيمكن من أفضل الأشياء اللي تعلمتها في الهند التعايش مع رغم الاختلاف والواحد يقدر يحافظ على هويته أيضا ترجمة نانسي قنقر